يستقطب أكثر من 500 دار نشر من 42 دولة مشاركة انطلق معرض جدة للكتاب الدولي في نسخته الثالثة بمشاركة عدد كبير من القطاعات الحكومية والخاصة من أبرزها محافظة جدة المنظمة والمشرفة على المعرض وبشراكة مع وزارة الثقافة والإعلام وبرعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ضعفنا المعرض 30% زيادة عن الأمام الباقي الزيادة كانت عندنا والله الحمد كبيرة لا بالنسبة للعارضين ولا بالنسبة للمساحات تعدينا 27 ألف متر مربع مساحة معرض فوق 500 عارض وليس دار نشر الحمد لله رب العالمين توفقنا بنوعية ممتازة من العارضين نتمنى إن شاء الله أننا يكون قد حزنا بعض رضا المثقفين ليس في جدة فقط ولا كيف المملكة ككل المعرض الذي يقع على مساحة أكثر من 27 ألف متر مربع ويعد من أبرز الفعاليات التي تدعم الحراك الثقافي والمعرفي وبناء شراكات مجتمعية تسعى إلى وصول المعارف إلى كافة فئات المجتمع طبعا نحن في وزارة الثقافة والإعلام الحقيقة السعداء جدا بأن نكون شركاء اليوم مع زملائنا في أمارة مكة المكرمة ومع سمو محافظة جدة الحقيقة على النسخة الثالثة من معرض الكتاب في جدة والجهود كلها مسخرة الحقيقة أن تكون هذه المناسبة وهذه الفعالية فعالية عالمية وبالفعل هذا العام المشاركة كبيرة أكثر من 42 دولة هناك إضافة كبيرة هذا العام أيضا أنه لم يقتصر فقط معرض الكتاب على العمل الأدبي وإنما أيضا كان هناك لوحات فنية وكان هناك عروض من دول متعددة من ضمنها اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي المعرض يستمر لمدة عشرة أيام ابتداء من يوم الخميس السادس والعشرين من ربيع الأول إلى السادس من ربيع الثاني يتخللها فعاليات مصاحبة تعرض لأول مرة في هذا المعرض لتعطي زخما في طرح المحتوى الثقافي والمعرفي في ظل رؤية المملكة عشرين ثلاثين مشاركة الأحوال المدنية تتشرف طبعا الأحوال المدنية بأن تتواجد في مثل هذه التظاهرة الثقافية المشهود لها منذ انطلاق معرض الكتاب الأول بالتواجد الكثيف للزوار لذلك حرصت الأحوال المدنية أن تستغل مثل هذا التواجد الكثيف للزوار لتقيم معرض لها دعم للحراك الثقافي والعلمي انطلق معرض الكتاب في نسخته الثالثة تحت مساحة تجاوزت سبعة وعشرين ألف متر مربع وخمسمائة دار نشر واثنين واربعين دولة مشاركة عبدالله الخرجي الإخبارية جدة